أم إسلام ألو أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاكي مدام هالا إزاكي حبيتي الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله أنا برحب يسابي وبشكر القناة بجد يا مدام هالا وبشكرك على كل اللي بتعملي والله حبيبتي تعالبي ربنا يخليك يا رب ربنا يكرمك أنا بصي عايزة أسأل على ابني 12-8 بس ده يعني عارفة هو ما بيستغلش والحل موقوف خالص معي وعايزة أسأل على بنت أختي هي 6-1 وجوزها 3-2 عايزة أعرف بس هي متجوزة بس ما فيش أولاد لغاية دلوقتي فربنا يكرمك تقوليلي لو سمحتي سابي أوكي تفضلي نبتدي بابن 12-8 12-8 هو الظروف وحشة عنده علشان هو نقول إن هو برج الأسد أوكي بس هو المرحلة الثالثة اللي رايحة عند العزراء اللي هم يعيني من كحورين اللي هم المرحلة الثالثة اللي أنا كنا نقولون من شوية في الحظ فالدنيا متلغبطة يعني دايما لما المرحلة الأولى في البرج لما بيكون قابليها برج مش أوكي فبيأثر عليه ولما بيبقى المرحلة الثالثة اللي بعديها البرج مش أوكي فبيبقى اللي بعده مؤثر عليه أوكي فهو الأمور هتبتدي تبقى لطيفة بس هو خلينا نقول إن الأسد في الراجل بيبقى قديم أو متحفز عنده مبادئ مش عايز يتغير وهو فاكر نفسه صح يعني دايما فاكر إنه هو التفكير وهو اللي صح وأي حاجة تانية غلط فأنا بقوله يتغير شوية أو لو هو مثلا عامل بلان معينة يحاول يغير منها يحاول يعمل عكس ما بيفكر شوية ياخد رأي حد بيسك فيه لإنه هو نادرة لما تبيسك في حد بيبقى لقيلين في حياته فلازم يتغير شوية بس إن شاء الله خير يعني الفترة الجاية حلوة عنه وستة واحد بلنودة ستة واحد هي الفترة دي يعني مخنوقة جدا ومتوترة لإن هي تعتبر ثابت شغل أو اتنقلت من مكان لمكان وده موترها لإن الظروف مش لطيفة معاها شوية بس خلينا نقول إن هي السلادي عندها ارتباط والحياة حلوقة عندها بس برضو خلينا نقول إن بنت الجادي تفكيرها هو اللي بيوديها يعني دايما تلاقيها مدخلة نفسها في أمور كتيرة منهاش دعوة بيها أوكي مع صحابها وتبقى جدع قوي معاهم وتيجي يعني تودي كل تركزها لناس غيرها ولما تيجي تركز نفسها ما بتلاقيش حاجة عندها تديها لنفسها خلاص تنفيذ تقول كل تقتها طيب تلاتة اتنين احنا قلناها قبل كده تلاتة اتنين هو برضو دلو احنا برضو قلناها قبل كده كان راجل لا دي بنت دي بنت داتة اتنين بنت خلينا نقول ان هي حد عاطفي والسنادي عندها حلوة الدلو السنادي من المرحلة الأولى اللي عندهم حاجات حلوة هيشوفوا يعني وقدين قرارات بقالهم فترة بس ما كانتش تنفزت أو كانوا عاملين بلان بس كل شوية تمشي وتوقف تمشي وتوقف والفترة الجاية عندهم حلوة خصوصا ان هم خرجوا من مرج الدل بتاعهم اللي هو كان عامل عليهم ضغوط اي فهم الفترة الجاية عندهم حلوة والشهر ده بالفعل هيشوفوا حاجات حلوة تفرحوا ان شاء الله يا رب